كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصدرات المصرية إلى فلسطين مساجلة 200 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من عام 2023 مقابل 177 مليون وتسمائة ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بالنسبة ارتفاع قدرها 12.4% وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول خمسة أشهر من عام 2023 جاء السكر والمصنوعات السكرية في المرتبة الأولى ثم محضرات الخضر والحديد والصلب